بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أهم وظائفنا في زمان غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي خدمة الإمام صلوات الله عليه أن يكون المؤمن خادما لصاحب الزمان أن تكون المؤمنة خادمة لصاحب الزمان صلوات الله عليه وهذه رتبة عظيمة جليلة تتبين هذه الرتبة وعظمت هذه الرتبة من هذه الرواية الشريفة التي أقرأها على مسامعكم الرواية ينقلها المرحوم نعم ابن أبي زين بن نعماني في كتابه الغيبة وكذلك العلام المجلسي في البحار وسائر علمائنا أنه سئل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن ولادة الإمام المهدي هل ولد؟ لم يولد يعني الإمام الذي يقوم فأجاب الإمام الصادق لا ولو أد اسمع كلام الإمام الصادق ركز لما سئل عن الولادة قال لا لأن في زمن الإمام الصادق ما كان مولود الإمام بعد الإمام ولد بعد في زمن حيات أبيه الإمام الحسن العسكري ولادة الإمام المهدي سنة 255 ففي زمن الإمام الصادق ما كان مولود فلما سئل الإمام الصادق عن ولادة الإمام صاحب الزمان قال لا قال له لها الولد؟ قال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي يعني أنا لو أنا الإمام الصادق لو أدركت أيام المهدي صلوات الله عليه لخدمته أيام حياتي كل حياتي أكون خادم للمهدي صلوات الله عليه أخدم الإمام المهدي صلوات الله هذا إمام الصادق هذا حجة الله على العالمين يقول هذا تتبين من هذه الرواية أنه أفضل عمل في هذا الزمان أفضل وظيفة في هذا الزمان لأن إحنا زمان الإمام المهدي أدركنا أفضل وظيفة هي خدمة صاحب الزمان لأن لو كان شيء أفضل لقاله الإمام الصادق لو أدركته لخدمته أيام حياتي خدمة الإمام المهدي خدمة للمعصومين الأربعة عشر خدمة لجميع الأنبياء فعلى المؤمنين على المؤمن والمؤمنة أن يحاولوا حتى تنطبق عليهم مش ما يقدرون يسوون حتى تنطبق عليهم أنهم خدام لصاحب الزمان صلوات الله عليه وخدمة الإمام لها مصادق عديدة وكل بحسبه وممكن للخطيب الحسيني أن نعم يقرأ محاضرات يلقي محاضرات مجالس حسينية حول الإمام المهدي الرادود ممكن يقرأ حول الإمام المهدي ويبين المعاني نعم الكاتب ممكن يألف حول الإمام المهدي الرجل الكاسب اللي من عامة إقامة مجالس دعاء الندبة في البيت ولو بالسنة مرة خدمة للإمام المهدي أن أسمي ابني مهدي أسمي ابني باسم الإمام المهدي أو عبد المهدي هذا من نعم عناوين ومصادق خدمة الإمام صاحب الزمان صلى الله عليه طبعا عبد المهدي من باب عبده بالطاعة هذا واضح أن الشيعة لكن ممكن بعض غير الشيعة يسمعون نحن عبده في الطاعة أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر وإلا كلنا عبيد الله تسمية أولادنا بأسماء الإمام المهدي هذا نوع خدمة المرأة في البيت أيام الجمعة أسوي لي فرد طعام خاص لذيذ وأقولهم هذا يوم جمعة ويوم صاحب الزمان وعلى حب الإمام المهدي الأم هذه تربية هذه خدمة لصاحب الزمان الاحتفالات بميلاد الإمام المهدي خدمة لصاحب الزمان صلى الله عليه كل واحد بحسبه يعني طبق الوظيفة اللي عنده في المجتمع موقعيته في المجتمع الإمكانات اللي عنده المهارات اللي عنده يقدر أن يكون خادم لصاحب الزمان يطبع لافتة تشير إلى الإمام المهدي يطبع كتاب تشير إلى الإمام المهدي وهكذا أن حاول أن نبلغ لصاحب الزمان ونجعل أسماءنا في سجل خدام صاحب الزمان هذه من وظائفنا وهذه الوظيفة الجليلة العظيمة أكد عليها الإمام الصادق لو أدركته لخدمته هذه اللام لام التأكيد لخدمته أيام حياتي وأنتم بعد وتوفيقكم في اختيار خدمة الإمام صلوات الله عليه أسأل الله أن يوفقنا جميعا أن نكون من خدام الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وأن يعجل في فرجه الشريف وأن نعم ينور أعيننا بالنظر إليه صلوات الله عليه وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد